موسيقى السورة هنا إخوة الإمام بدأت بالقصم لا أقسم بيوم القيامة لأن اللام هنا موطأة للقصم وهنا الإشارة أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء كيف يشاء جل جلله الله تبارك وتعالى يعني قسم بالقرآن قال قاف والقرآن المجيد قسم بالكلام ديله أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء قال والسماء ذات البروج أقسم الله تبارك وتعالى بالشمس قال والشمس وضحاها وقسم الله تبارك وتعالى بالعمور ديال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عمرك إنهم لا في سكرتي معمهون أي لقوم لوط فماذا نستفيد نحن من هذا نحن في المجتمعات ديالنا والإنسان لا بغي يقسم كي يقسم بشي مسألة لك الدخل في الشرك مثلا ناشي يقول يقول مثلا البزيزيلة المشاركين يقول مثلا الطعيمة لبنتنا يقول مثلا أسيدم سعود هذا كله شرك لكن هذا الشرك لا يخرج من الملة إنما هذا الشرك يعني الله تبارك وتعالى تغفره بالاستغفار بالصلاة بالذكر ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقسم بالخطاب يعني كان يقسم وتحلف يعني بالخطاب وهو بواه كيقول والخطاب فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمر إذا كنت حالف فاحلف بالله وأدوات القسم وهي ثلاثة وهي الباء والتاء والواو لكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط لكن لماذا يقسم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم الله يقسم بهذا اليوم لأنه يوم عظيم والقيامة لها أسماء كثيرة وكل الأسماء تعطيها صفة التحقق من الله تبارك وتعالى لا مرد لها سماها الله الواقعة قال تعالى إذا وقعت الواقعة علش الحباب سماها الواقعة لأن حق الوقوع ديالها عند الله وصماها الله تبارك وتعالى لازفة 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 لماذا؟ لاقترابها ودنوها لأن الإزلاف اللغة وهو الاقتراب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أسمها الله القارعة لأنها تقرع القلوب أسمها الله تبارك وتعالى الحاقة قال الله تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة لأن تحقق الوقوع ديالها عند الله تبارك وتعالى لا مرد لها لكن هذه المادة من أين أخذت؟ أخذت من القيام تبدأ القيامة الصغرى حينما يموت الإنسان قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته إنسان الملك يموت يعني كتقيم القيامة دياله يرى يعني المنائكة يرى يعني نعيم القبر يرى الأشياء التي كان يقرأ عنها في السنة وفي القرآن والقيامة الكبرى تبدأ عندما ينفخ إسرافيل في صوره قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد هذه القيامة الكبرى يقومون الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني الناس في يوم الحشر واقفين مش حال؟ يعني خمسين ألف سنة فقالت الصحابة يا رسول الله كم هو طويل هذا اليوم كما جاء في مسند الإمام أحمد يعني الصحابة قالوا هذا اليوم طويل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي بعثني بالحق إنها لتمر على العبد المؤمن كما يصلي ركعتين الله يعني الإنسان دخل المسجيد صلى واحد ججر ركعت يعني شحال غادي يدير قعف هذه ججر ركعت واحد المدة زمانية معينة ثلاثة دقيق ربعا دقيق خمسة دقيق فكذلك يوم القيامة تمر على المؤمن كما يصلي ركعتين ترجمة نانسي قنقر